اقتصادية لعلانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويسة أن ميناء الأدبية التابع لها استقبل سفينة على متنها 896 طرد تحتوي على مكونات ضخمة لمحطة توليد كهرباء من طاقة الرياح وسيتم نقل المهمات إلى رأس غارب وذلك ضمن مشروع لبناء 84 برج فائق الطول بمحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في مصر وذكرت الهيئة أن ميناء الأدبية أصبح مؤهلا لاستقبال المهمات وطرود الضحمة الخاصة بالمشروعات القومية في البلاد